كل سنة وحضراتكو طيبين وكل الأمهات في كل العالم بألف خير وصحة وسعادة رغم مرور سنوات كتيرة حوالي 66 سنة على إنتاج أغنية ست الحبايب اللي لحنها موسيقر الأجيال محمد عبدالوهاب وغنتها فايزة أحمد وكتب كلمتها حسين السيد إلا إنها ما زالت لحد النهاردة هي الأكثر تعبيرا عن الحب لأمهتنا على مر السنين علشان كلمتها وألحنها اللي بتعبر عن مشاعر صادقة وأحاسيس مرهفة تلامس قلب أي شخص بمجرد سمحها فنانين كتير غنوا الأغنية دي لكن ولواحد فيهم جرؤ أنه يعيد توزعها أو أنه يغير أي شيء فيها فأصبحت ذات قدسية لا يمكن لأنصاف الفنانين أنهم يقربوا منها لأنه لازم اللي يغنيها يكون حاسس بيها فتعكس المشاعر اللي تحملها الأغنية لكن كتير مننا ما يعرفوش حقيقة إنتاج الأغنية والقصة اللي وراها الأغنية دي اتكتبت وتلحنت وتغنت في 24 ساعة وعاشت لأكتر من 60 سنة يوم 20 مارس سنة 1958 بالليل الشاعر الكبير حسين السيد كان رايح يزور والدته في بيتها بعد عناء يوم شاك وطويل من العمل وبعد ما طلع الدور الخامس علشان يروح لشقة والدته في الدور الأخير اكتشف أنه نسي يشتري هدية لعيد الأم علشان يقدمها لأمه فعدها لكنه كان تعبان جدا ومرهق قوي وفكرة أنه ينزل تاني علشان يشتري هدية كانت صعبة جدا فتفكيره هداه لهدية يهدي بيها والدته فخرج شاعر الكبير ورقة وقلم من جيبه وقعد على السلم قدام الشقة يكتب كلمات يعبر فيها عن حبه وتأديره لأمه علشان أول ما تفتح الباب على طول يقدمها لها انتهى الشاعر الكبير من الكتابة وخبط على الباب وقدم الكلمات لأمه اللي قارتها وفضلت تبكي من الفرحة من كتر تأثرها بالكلمات لأن الكلمات كانت قوية وعبرت عن مشاعر ابن بار ومحب لأمه وسألت ابنها هل الكلمات دي ليها هي بس ولا أغنية جديدة من تأليفه فقال لها أن الكلمات دي ليها لوحديها ومش أغنية وزود في وعوده وقال لها لو حبت أنها تكون أغنية هتكون خلال ساعات وبصوت أجمل المطربات فوافقت وفوراً مسك سماعة التليفون وهو لسه مازال في شقة والدته واتصل بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وحكاله القصة وقراله كلمات الأغنية ليكتشف أنه بعد ما خلص أنه لقى عبد الوهاب كتب الأغنية وراه في ورقة ووعدوا أنه هيلحنها والمفاجأة كانت تاني يوم على طول يوم 21 مارس اكتشف هو والدته أن الأغنية بتزاع في الإذاعة المصرية وبصوت فايزة أحمد واندهش حسين السيد واتصل بعبد الوهاب علشان يستفسر عن اللي حصل لأنه ساب له الأغنية منتصف الليل واكتشف في الصبح أنها تبث في الإذاعة فقال له عبد الوهاب أن الأغنية عجبته جداً فلحنها في 15 دقيقة واتصل بفايزة أحمد ودعاها فوراً للتدريب على الأغنية وكانت الأقدار تحيط بالكل الفنانة فايزة أحمد حفظت الكلمات بسهولة وقدت البروفات بسلاسة حتى مطلع الفجر ومع إشراكة صباح يوم 21 مارس يوم عيد الأم كانت فايزة أحمد في الإذاعة المصرية بتسجل الأغنية علشان تبث الساعة 10 مساءً في نفس اليوم وتنطلق عبر الأثير في سماء العالم العربي لتحفر اسمها بحروف من نور في أذهان وذاكرة الجماهير كل سنة وكل أمهات مصر والعالم العربي بألف خير وصحة وسعادة وفي نهاية الفيديو بفكرك لو نسيت تشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومن فضلك اعمل لايك لإن ده بيساعد أكتر في انتشار الفيديو وما تنساش تكتب تعليق تقول لأمك فيه كل سنة وهي طيبة ونشوفك في فيديو جديد وسلام اشتركوا في القناة